لا يتوقف المد الاستيطاني في مدينة القدس المحتلة عند حد مصادرة أراضي الفلسطينيين بالقوة أو من خلال عمليات تسريب العقارات بل طال ليشمل مدارس المدينة المقدسة أيضاً حيث تنوي بلدية الاحتلال إغلاق مدرسة القادسية والتي تعرف حديثاً بمدرسة خليل السكاكين الإعدادية بهدف تحويلها لاحقاً لمبان تضم عشرات المستوطنين فوجئ بداية أهالي القدس عندما ذهبوا ليسجلوا أبنائهم للعام الدراسي القادم بأنه لا يوجد اسم حتى على الكمبيوتر لهذه المدرسة وعندما تم الاستفسار حول الموضوع تبين أن هناك نية لدى بلدية الاحتلال لإغلاق هذه المدرسة هذا المبنى هو مبنى تاريخي مبنى عربي مبنى إسلامي وبالتالي ليس من حق لا حكومة الاحتلال ولا من حق أي كان بأن يقوم بهذه الإجراءات كل إجراءات الاحتلال في القدس العاصمة المحتلة هي باطلة ومرفوضة من منظورنا كأصحاب حق حقيقيين ومن منظور مجتمع الدولي والقرارات الدولية كل ما تقوم به حكومة الاحتلال هو منافذ المواثيق والأعراف الدولية وبالتالي اليوم الكل مدعو حقيقة أكثر من أي وقت مضى للوقوف أمام مسئليات التاريخية لحماية القدس وحماية أهل القدس جريمة الاحتلال بحق مدرسة القادسية ستحرم 350 طالبة من مقاعدهن الدراسية فهذه الهجمة تقع ضمن مخطط أخطر يستهدف أسرلة عقول الطلبة المقدسيين فخلال الأعوام السابقة تعمد الاحتلال الحد من بناء المدارس التي تعلم المنهاج الفلسطيني ثم بدأ بالضغط على المدارس الأخرى لتغيير مناهجها التعليمية لتلك التي تخدم رواية الاحتلال إلى أن أصبحت القدس تعاني نقصا يتجاوز 1200 غرفة صفية بتأكيد هناك هدف واضح للإحتلال الإسرائيلي وهو تهويد الوضع التعليمي في مدينة القدس ومحارة استبدال المناهج الفلسطينية بمناهج إسرائيلية المقصود هنا هو ضرب الوعي الفلسطيني داخل مدينة القدس والقضية تحتاج إلى دعم واضح من العالم العربي والإسلامي من أجل أن يتحمل مسؤوليته في دعم صمود المواطنين في مدينة القدس والحفاظ على المؤسسات المقدسية وفي مقدمتها مؤسسات التعليم والمدارس المقدسية ذلك المدينة القدس هذا المخطط الاستيطاني يستهدف تاريخ مدينة القدس ومستقبلها فيسعى لهدم مبنى يعود بالتاريخ لمئة وعشرين عاما ويسعى لتهويد عقول الطلبة المقدسيين بسلب حقهم بالتعليم من مدينة القدس المحتلة آية الخطيب رؤيا